السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا المحاضرة الأخيرة في معدات الحقول النفطية واليوم سنتكلم عن الخزانات المستعملة في عملية التخزين الخاصة بالنفط والغاز نبدأ الآن على بركة الله ما هي الخزانات؟ طبعا الخزانات هي عبارة عن معدات تقوم بتخزين النفط والغاز طبعا يوجد خزانات خاصة بالنفط ويوجد خزانات خاصة بالغاز وذلك على حسب الاستعمال المطلوب هذا الشكل يوضح الخزانات المستعملة في عملية تخزين النفط والغاز وتوجد العديد من أنواع الخزانات هناك خزانات توجد في الحقول النفطية وخزانات توجد في موانئ التصديق والآن فنلقى الضوء على أهم أنواع هذه الخزانات يوجد ستة أنواع رئيسية من الخزانات المستعملة في الصناعة النفطية وهي كالتالي أولا لدينا Fixed buck tank وذانا External Flatten Groove Tanks بالإضافة لل Инternal Flatten Groove Tanks ورابعا Dormed External Flatten Groove Tanks بالإضافة لل Horizontal Tanks وال Brother Tanks أول هذه الأنواع هو Fixed Funk طبعا يعتبر Fixed Funk من أكتر الأنواع استعمالا والفكرة الرئيسية هو أن الصقف الرئيسي لهذا الخزان يكون ثابت ويستعمل في العديد من الحالات لتخزين السوايل هذا الشكل يوضح هذا النوع من الخزانات حيث يتم تعبئة الخزان وذلك من الأسفل ويبدأ السائل بصعودية للأعلى ويوجد مسافة ما بين وأيضا هذا الشكل يوضح تركيب الداخلي للخزان النوع التالي من الخزانات هو طبعا يعتبر هذا النوع من النوع الخزانات شائع الاستعمال وهو يستعمل لتخزين السواء وبالنسبة للثقف الخاص بهذا الخزان فهنا له خاصية الطفو بمعنى أن يتحرك إلى أعلى ولا أسفل على حسب مستوى سطح السائل في داخل الخزان هذا هو الثقف الخاص بهذا الخزان ويرتفع هذا الثقف أو ينخفض على حسب مستوى السائل أسفل الخزان كما موضح حمامكم نتلع إلى النوع التالي للخزانات وهو هذه النوع من الخزانات يشبه النوع السابق ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن سطح الذي يطفو الخزان يوجد من الداخل حيث تكون قيمة الخزان من الخارج مغطاء بالكامل وغير قبل الحركة ولكن يوجد سطح داخلي في داخل الخزان يتحرك إلى أعلى ولا أسفل ذلك على حسب مستوى سطح السائل والهدف الرئيسي من هذه الأنواع من الخزانات التي تعمل بخاصية الطفو هي في تفرير الغازات الموجودة بداخل الخزانات وذلك للسماح للسواء الفقد بالوجود وهذا الشكل يوضح هذا الخزان من الداخل النوع تالي للخزانات هو هذا النوع من الخزانات يكون الخزان بهذا الشكل والميزة الرئيسية لهذا الخزان هو أن شكل صقف من الداخل يشبه القبة وذلك ليساعد الغازات المتكتفة من الداخل على التكتف والعودة إلى داخل السائل ليتم تفرغ الغاز من الأعلى والحصول على السائل بداخل الخزان كما موضح أمامكم نأتي الآن في كثير من الأحيان نحتاج إلى حفظ بعض المواد الكيميائية أو بعض الخامات الخاصة في أماكن معينة لهذا يتم استعمال خزانات خاصة تعرف بالهوريزينتال تانكس وهي تستعمل عن نطاق واسع في الحقول النفطية كما موضح أمامكم نأتي الآن إلى البراجر تانكس تعتبر البراجر تانكس أحد أهم أنواع الخزانات المستعملة وذلك الاتفادة لعديد من المشاكل التي يمكن حصولها أثناء عمليات نقل النفط والغازر كما موضح في هذا الشكل أحيانا أثناء عمليات الغلاق المفاجئ لأنها تتكون موجة من الضغط في داخل جسم الأنبوب وموجة الضغط هذه قد تشكل ظاهرة تعرف بالوتر هامر أو معروفة أيضا بسورج برجر موجة الضغط هذه قد تسبب في تكسر الأنبوب والإجهادات الداخلية للأنبوب وغيرها من المشاكل الأخرى لهذا يتم استعمال مجموعة من الخزانات الضغط على طول الخط وذلك لامتصاص موجة الضغط حيث تعمل خزانات الضغط كالتالي عندما تحدث موجة الضغط في داخل الأنبوب يقومها خزان بامتصاص هذه الصدمة وذلك عن طريق وجود هواء مضغوط في داخل الخزان عندما تحدث هناك موجة صدمة فبطبيعة الحال فإن موجة الضغط تكون أقوى من الضغط الموجود في الهواء لهذا يتم امتصاص هذه الموجة وتدخل إلى داخل الخزان لترتفع إلى الأعلى وهناك العدد من أنواع هذه الخزنات وذلك على حسب الطريقة التي يتم بها التعامل مع موجات الضغط وبالتالي نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم شكرا لكم وحسن استماعكم ونلتقي في الكرسات الثانية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته